الفروسية لها ارتباط وثيق وأصيل بوجدان وثقافة وتاريخ الشعب المصري والأمة العربية الآن مع كلمة العميد الركن الدكتور يوسف بسمال الكواري رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد لعلى القوات المسلحة المصرية السادة رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني وبالإصال عن نفسي ونياب عن كافة وفود الدول العربية الأعضاء في الاتحاد العربي للرياضة العسكرية بجامعة الدول العربية أن أتوجه بأسمع عبارات الشكر والتقدير وبارغ الامتنان والعرفان إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد لعلى القوات المسلحة المصرية على رعايته الكريمة للبطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية وعلى مساعيه الحميدة لخدمة مصالح الأمة والجيوش العربية كما أتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدير إلى معاني الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والأنتاج الحربي وإلى سعادة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية على كل ما يبذلونه من أجل الارتقاء بالرياضة العسكرية العربية بتهيئة وتسخير كافة الوسائل البشرية والمادية من أجل إنجاح هذا الحدث الرياضي العسكري الهام والذين نرجو أن يكون قاعدة لتشجيع أنشطة الاتحاد العربي للرياضة العسكرية ومج جسور التعاون بين الرياضيين العسكريين العرب تحت شعار الأخوة عبر الرياضة كما أتقدم بالشفر الجزيل إلى جهاد الرياضة للقوات المسلحة المصرية وإلى إدارة المدرعات بالجيش المصري وإلى اللجنة العليا المنظمة لهذه البطولة على مجهوداتهم والتنظيم الرائع والمحكم وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لمستها وفود الدول المشاركة منذ أن وطعت أقدامنا أرض جمهورية مصر العربية الشقيقة الحضور الكرام إننا نسجل بكل فخر واعتزاز مساهمة الوافد المصري في تعزيز مسيرة الاتحاد العربي للرياضة العسكرية من خلال التنظيم والمشاركة في عدة منافسات ولقاءات عربية عسكرية التي تؤكد حرص الغيادة العليا للقوات المسلحة المصرية على دعم الرياضة العسكرية العربية وكل ما يتعلق بالعمل العربي المشترك وفي الختام أجدد باسمكم جميعا شكري وتقديري وامتناني إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورة مصر العربية القادل على القوات المسلحة المصرية وإلى وزارة الدفاع المصرية وأتمنى أن تكلل هذه البطولة بمستوى فني راقي والروح الرياضية عالية بما يخدم مصالحنا من خلال تبادل الخبرات والتعاون بين جيوشنا العربية وتطوير رياضة العسكرية العربية تحقيقا لشعار الاتحاد الأخوة عبر الرياضة وفقنا الله لما فيه خير لأمتنا العربية عامة ولقواتنا المسلحة العربية خاصة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا